العاملون في المتاجر الكبرى التي تبيع السلع الثمينة وأيضا في المشتودعات التي تحتوي على عدد هائل من البضائع يخضعون أحيانا وبشكل دوري كل يوم قبل مغادرة المتجر في نهاية العمل إلى تفتيش للحقائب للمحافظ للتأكد من عدم سرقة أي سلعة من المتجر هذا يحدث أيضا في متجر الضخم يضم الألاف الموظفين في روسيا يدعى ويلد باريز تملكه المليارديرة تاتانيا باكالتشوك صديقة بلاديمير بوتين والمقربة من الكريملين وفقا لتقارير إعلامية تتم عمليات تفتيش لموظفي المستودع من النساء في مكان العمل صباحا ومساءا كذلك للتأكد من عدم سرقة بضائع من مكان العمل هذا الفيديو تم تداوله على أنه مسرب من داخل المتجر التفتيش به غير عادي هذا أقل ما يوصف به يظهر الفيديو نساء يخلعن ملابسهن بالإضافة إلى تفتيش حقائبهن تحت إشراف كاميرات الفيديو لم يتسنى لبي بي سي التحقق من صحته لكن تقارير صحفية ذكرت أن النساء عاملات ويلد باريز ويخضعن إلى عمليات تفتيش للتأكد من أنهن لا يأخذن أشياء محظورة خارج مكان العمل وفقا للتقارير الصحفية الفيديو المصرب من داخل متجر ويلد باريز بمدينة سانت بيترسبرغ هو من المتاجر أو المستودعات الضخمة جدا والتي تبيع سلع على الإنترنت هذه بعض السلع التي تعرض على الموقع المنصة الإلكترونية للمستودع تشبه منصة أمازون الإلكترونية وعلي بابا وغيرها من المتاجر التي تعرض بضائع متنوعة للبيع عبر الإنترنت الفيديو المصرب انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الروسية والأجنبية وهكذا علقوا يقول هنا مثلا ناجيني عندما يكون التفتيش قبل بدء العمل هو ليس للصرقة ولكن للتجسس لمنع الدخول بالهواتف أو المواد الخارجية ومنع التصوير أو الصرقة من الموقع ألينار هنا يوم عمل عادي في ويلد باريز عمال المستودعات يخلعون ملابسهم بعد نوبة العمل للتفتيش هذه استراتيجية طويلة الأمد في هذا النوع من المستودعات لمكافحة الصرقة ناتالكا أفترض أنهم يفصلون بين الرجال والنساء أثناء هذا الإجراء لديهم بعض القيم والتقاليد هذا مجرد افتراض من ناتالكا أما جوني بدأت ويلد باريز في اكتساب سمعة غير طيبة بسبب الممارسات التجارية السيئة بما في ذلك تغريم الموظفين التي يمكن أن تصل إلى 100% الغرامة من الراتب ورفض رد الأموال العملاء الذين يعودون سلعا غير صالحة الآن هذا الفيديو المصرب والمنتشر سوف يدر بالشركة يقول جوني كما ذكر في التغريدة الأخيرة بالفعل في الشهر الماضي ذكرت وكالة الإعلام الروسية تاس أن العاملين في الشركة قرروا الاعتصام خلال ساعات العمل اعتراضا على سياسة الشركة الجديدة التي جعلتهم مسؤولين عن السلع التي تعادل المستودع لأنها غير صالحة أو حتى إن أرسلت إلى عنوان خاطئ